ولمزيد من التفاصيل حول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا من هناك مراسل التلفزيون المصري باسم أبو العنين باسم بعد التحية ضعنا في الجديدة ذاك اليوم مساء الخير وبعد التحية نحن الآن في على الشاطئ في مدينة العالمين الجديدة نتابع معا الكرنفال الكرنفال العالمين الذي يستمر والذي يبدأ في الثالث عشر من شهر يوليو الجاري ويستمر لخمسة واربعين يوم هذا المهرجان المتكامل من كافة نواحيه التي يغطيها النواحي الفنية والنواحي الثقافية وترفيهية الألعاب المائية والألعاب والعروض الجوية والبحرية يقصد المهرجان أن يجعل من العالمين الجديدة قبلة سياحية لجمهورية مصر العربية يدشن لمرحلة جديدة في السياحة بالساحل الشمالي في مصر وكما نعلم بأن مدينة العالمين الجديدة هي مدينة من مدن الجيل الرابع التي تعتمد على أحدث الطرز المعمارية في العالم وهي مثيلة للعاصمة الإدارية الجديدة هي مدينة ذكية بكل المقاييس يهدف هذا المهرجان المنعقد في نسخته الأولى والذي دشن له هذا الشهر تحت عنوان العالم عالمين إلى جذب أنظر العالم وإلى جذب السياحة والسياحة المختلفة ليست السياحة التقليدية سياحة الأثار زيارة الأثار والمتاحف ولكن بقى زيادة نقدر نقول سياحة سياحة طبيعية نعم طرفهية نعم ماذا عن جدول اليوم إن كان هناك فعاليات باسم ماذا عن جدول اليوم من فعاليات المهرجان كما ترى في الخلفية هناك مباراة قائمة وهي ختام لفعاليات اليوم الثالث من بطولة البادل الدولية في العالمين وكما ترى من خفية المباراة جارية أو انتهت منذ قليل في نسختها الأولى في المهرجان واستمرت على مدى ثلاثة أيام منذ الخميس والجمعة واليوم كان الختام السبت ونحن بصدد توزيع الجوائز على الفائزين بعد قليل بالنسبة للعروض الفنية كان الحدث الأبرز هذا الأسبوع كان حفلة الفنان نانسي عجرم بالأمس والفنان الكبير راغب علامة وقد امتدت لي أوقات متأخرة بعد منطف الليل بالأمس وشهدت إقبال جماهير كبير ومتابعة حتى لحظاتها الأخيرة ومنذ حتى بدء الحفلة كان الحجد يتكاثر وينتظر صعود الفنانين اللبنانيين الكبيرين والذين يحظيان بشعبية كبيرة في مصر أما بالنسبة لليوم فطبعا أبرز أحداثه هو المباراة النهائية للبادل وتكريم الفائزين فيها وأيضا معنا في أمسية الليلة أمسية فنية شعبية بنكهة سينوية حيث تكون هناك فرقة العريش للفنون الشعبية والتي تقدم ترافا سينويا هنا ينتظرها الكثير من الحضور سواء من المصريين أو من الأجانب الحرصين على التعرف على التراف المصري المختلف وأيضا لدينا عروض للتنورة الترافية وأخيرا لدينا فرقة الحرية للفنون الشعبية وكل هذا على كورنيش العالمين وكما نعلم أن كورنيش العالمين يقدم هذه العروض مجانا ويستقبل الجميع مجانا ولا توجد أي رسوم لأي أحد للدخول أو المرور أو الاستمتاع بمنظر البحر على كورنيش العالمين وإنما يكون الدخول للجميع مجانا للاستمتاع بهذه العروض الممتدة يوميا نقدر نقول أن مهرجان العالمين هو كرنفال يمتد لـ 45 يوم يقدم مصر في ثوب جديد ويقدم السياحة المصرية في ثوب جديد يقول بأن هناك مدينة جديدة في مصر اسمها العالمين تحولت من مدينة كانت حقل ألغام إلى مدينة مدينة سلام جديدة ومدينة فنوك جديدة ومدينة للترفيه ومدينة لمزيد من الرخاء لنقدر نقول الجمهورية الجديدة نعم نعم زميلي عنوان جديد من عنوين الجمهورية الجديدة وتتشين لحقبة جديدة نعم زميلي باسم أبوناين مراسل التلفزيون المصرية كنت معنا من هناك شكرا جزيلا لك على هذه الجولة المفصلة شكرا جزيلا لك شكرا